نواب لقاء الأربعاء النيابي نقلوا عن رئيس مجلس النواب نبيه بري أنه سيدعو هيئة مجلس النواب إلى الاجتماع الثلاثاء المقبل في الرابع والعشرين من الشهر الجاري لدرس وإقرار جدول أعمال الجلسة التشريعية العامة المقبلة التي سيدعو إليها لاحقا وفي ملف سلسلة الرتب والرواتب شدد بري على دعوة اللجان النيابية المشتركة لمتابعة درسها آملا في إنجازها لوضعها على جدول أعمال الجلسة العامة المقبلة وأشار إلا أن وزير المال علي حسن خليل رفع موازنة العام 2015 إلى مجلس الوزراء في المهلة القانونية وإننا ننتظر إحالتها إلى مجلس النواب لدرسها وإقرارها الحوار يستكمل جلساته بالجهة الإجابية التي بدأت فيه الجلسات الأولى للحوار لا يوجد شيء يأثر علىها سلبة لأنه يتعلق بالأضايا الوطنية الأساسية وطبعا استكماله ضرورة وطنية لأنه كان فيه نتائج إيجابية لهذا الحوار وكل ما سوى بدأت استمر ونقل النواب أن الاتفاق الأمريكي الإيراني النووي إذا ما حصل سيكون له نعكاسات مهمة على مستوى المنطقة ومن بينها عودة فتح القنوات بين طهران والرياض ما سيترك نتائج إيجابية على الوضع اللبناني بري كان استقبل نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع سمير مقبل الذي قال في دردشة صحفية بعد اللقاء إنه بحث مسألة التعيينات مع رئيس المجلس وردا على سؤال قال مقبل أنا كوزير للدفاع أتصرف وفق القوانين مئة في المئة رغم وجود أراء تختلف معي وأضف قائلا الجنرال بيمون